بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي عن جهاز الفيول دايلوشن ميتر الجهاز زي ما احنا شاهدين اهو حجمه صغير واسم الجهاز مكتوب عليه وده طبعا ستلاف لكن الجهاز نفسه ستلاف واحد فيه نوعين فيه ستلاف وفيه ستلاف واحد فيه فرقات طفيفة ما بين الاثنين وقادي علامة الاسبكترو موجودة وبعد كده هنتطرق للشاشة الرئيسية بتاعته دي الشاشة الرئيسية اللي بتظهر بعد ما احنا نشغل الجهاز وياخد وقت للورم اوب وعمل البرجنج للهوى اللي موجود في المكان بتاع اخذ العينيات بتظهر بالطريقة دي لو بلاحظ بلاقي ان فيه على اليمين خالص انه هو في الجزء ده دي العلامة بتاع شحن البطارية وفيه بعد كده ودول اللي هبتدي استخدمهم على طول اللي هو ده وبعد كده وبعد كده وهنيجي نتكلم عن الثلاثة دول في فيديو اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة